موسيقى صباح الخير مشاهدينا اليوم التانين 11 تشرين ثاني 2013 حال أجديد من برنامج الحدث بطلع عليكم مباشرة من قناة الجديد في بيروت جملة من الملفات سنبحث اليوم مع ضيفي في الستوديو الصحفي والكاتب السياسي استيس غسان جواد أهلا وسهلا فيك استيس غسان في هذه الحلقة سنحاول اليوم القراءة في أكثر من ملف أكان على صعيد الداخلي من ملفات الأمن من ملف ترابلس من ملف تطورات في المواضيع القضائية موضوع الاستنابة القضائية لرئيس الحزب العرب الديمقراطي على عيد وما إلى ذلك أيضا وأيضا في موضوع الحكومة رئاسة الجمهورية هل فعلا نحن أمام فراغ في المرحلة المقبلة ليس فقط على الصعيد الحكومي وإنما على الصعيد الرئاسي موضوع زيارة رئيس سليمان للرياض وبعدها للكويت وأكثر من جولة إضافة إلى الملفات الدولية اللي هي فعليا لبنان مرتبط فيها بشكل كامل ملف جوناف اتنين بشقه السوري وشقه الإيراني نعم اليوم جوناف سنسمع بجوناف كثير بالمرحلة المقبلة رح نبحث بهذه الفكرة تحديدا موضوع جوناف بشقه السوري والإيراني وتدعيات كل هذا الموضوع أكان في السياسة أم حتى في الميدان على الأرض في الموضوع السوري وفي الموضوع الإيراني بل رحل فيك استيس غستان في هذه الحلقة واسمح لي قبل ما نبتدي تفصيل كل النقاط اللي تحدثنا عنها بأبعادها وتطوراتها أن ننتقل والمشاهدين إلى زميلة كاترين حنة التي توفينا بموجز لآخر وأهم التطورات على أن نبدأ حوارنا بعد ذلك شكرا كاترين على هذا الموجز لآخر وأهم التطورات برجع لك استيس غستان في حوار اليوم حول أكثر من ملف البداية من الداخل اللبناني بس لفتني شاغلي الرئيس الوزراء الليبي عن جد كتبتها من سنتين الغرب سيختلق أي مبرر لوضع جيوش في ليبيا لأنه ليبيا مرشحة أن تكون أفغانستان لشمال أفريقيا بدك تسمح لنخلي الملفات الدولية بالجيو سياسي بدنا نخلي الملفات الدولية والعربية إلى الجزء الثاني القسم الثاني من الحلقة بدنا نهي بشكل سريع الملف الداخل اللبناني من الموضوع الأمني إلى الموضوع السياسي إلى آخر التطورات في موضوع الفراغ والحديث عن فراغ في الرئاسة بداية يبدو أن الجرح النازف على الأقل في لبنان في هذه المرحلة أمنيا هو طرابلس طرابلس على فوهة بركان نار تحت الربان ما بعرف كيف ممكن وصف الموضوع بس فيه تحت أولياء دم عم بيقولوا بدنا حقنا فيه فوق ناس عم بيقولوا محاصرين بين تباني وجبل فيه وضع أمني مش مريح فيه خطة أمنية على الأقل ضابط الأمن لهذه المرحلة بس سلاح ما قادر تضبطه بعده موجود سلاح يعني بالحقيقة موضوع طرابلس للأسف طرابلس تحولت مع مرور الوقت إلى صندوق بريد سياسي وأمني إقليمي ودولي يجري من خلاله توجيه الرسائل السياسية واستخدام طرابلس لتوجيه أو لمحاولة ربط النزاع الإقليمي عبر الأراضي اللبنانية بعتقد اللي عم بصير بطرابلس واضح لهذه الجهة إذا بدنا نفوت بالتفاصيل أكثر من أنا برأي جبل محسن عم يدفع سمن خياراته السياسية وجزء من الاندفاع اللي شفناها بالأمس وقبل ذلك للجماعات لنقل الأصولية المتشددة هو قرار سياسي لا يعكس حقيقة المدينة كما نعرفها وهون سمح لي يعني أحكي عن مهرجان مبارح مثلا ما شفنا ما شفنا علم للمستقبل ما شفنا علم لبناني يعني واضح أنه في محاول لإظهار صورة عن المدينة عن عصب المدينة هي بخلاف الواقع طب يعني بس سيدي الصورة تبرق على الأقل المستقبل اللي أنتو لطالما كنتو تتهموه أو كان فريقه الفريق اللي هو بالمواجهة لطالما كان يتهموه بأنه هو وراء هذه الظاهرة في طرابلس لطالما كان تيار المستقبل متهم بأنه هو وراء هذه الظاهرة ألا تبرق هذه الصورة تيار المستقبل على الأقل المستقبل نفسه أصبح وهذا أحكيناه من فترة أنه غير متماسك وغير ممسوك تيار أطلقنا عن ذاك شعار بس هذا سكبر يوم مهرجان الأمس على توصيفك سيز غسان سكبراء لطيار المستقبل من كل هذه الظاهرة في طرابلس يعني بكل الأحوال الذي فتح البلاد أو المنطقة على هذا النوع من الخطاب وهو قال الرئيس سعد الحرير أنه أنا أو المتشددين أنا أو الفوضى نحن عم نجرم عم نجرم ابني لأقول أنه يجب أن يتوقف هذا النوع من اللاعب كيف يمكن أن يتوقف هذا النوع من اللاعب؟ أن يعود سعد الحريري ليأخذ دوره في الحياة السياسية اللبنانية وأن يأخذ دوره بدون ابتزاز للأطراف الآخرين وبدون القول كيف عم يبتز؟ الابتزاز من ناحية القول إما أنا أو الفوضى إما أنا أو الجماعات المتطرفة ما بدكن تحاوروا الاعتدال السني بين مزدوجين يعني تفضلوا حاوروا الرافعي والشباب هادي الشباب موجودين هادي حالة موجودة أنتوا قلتولوا لسعد الحريري ما بدنا إياك أو بالأحرى الفريق السياسي اللي بوجه قال له ما بدنا إياك اليوم إذا ما بدكن إياك هيدا البديل شو زمن بالزلم ليه عم تتهمه؟ يعني ما حدا طرح أنه ما بده سعد الحريري إسقاط حكومته شوية؟ ما بده سعد الحريري بشروط سعد الحريري وأنا ذاك الظروف السياسية كانت يعني معروفة لكل الناس كيف جرى الانقلاب على الاتفاق السنسين وعلى نتائج زيارة الملك عبد الله مع الرئيس بشار الأسد هذا الأمر كله صار ورانا أنا اللي بدي جاري بقوله اليوم أن الخطورة لم تعد تكمن في حصار جبل محسن وفي محاولة استفراد مجموعة سياسية وإثنية بالمنطقة وموجودة ببحر مختلف مع سنية هون في نقطة بدي أتوقف عندها لماذا التركيز دائما على موضوع الإثنية بصراع تباني جبل محسن اليوم كان بمرحلة من المراحل هو صراع مناطقي كان في حتى بالتاريخ حينما حدثت معركة جبل محسن والتباني بالتاريخ كانت القضية قضية وجود سوريا وضد الوجود السوريا يوم كانوا الأخوان المسلمين بمعركة حما حتى ما جزئت منهم ببيروت بالتبانينات وصار مع النظام وضد النظام السوري بمرحلة من المراحل بعد سبعة أيار كمان مع النظام السوري وضد النظام السوري اليوم لا يتحول الموضوع لعلى وسنية المفارقة أنه الذين أخذوا المعركة أنا زاك بالتبانينات حركة التوحيد الإسلامي اليوم هي من حلفاء سوريا في لبنان ومن حلفاء الحزب العربي الديمقراطي بشكل أو بآخر يعني بقدر ظروفها أنا اللي بدي أقول ما جرأ بما يخص التفجيرين المدانين الإرهابيين وما تبعهما بما يخص التحقيق فيه واضح أنه محاول لتركيب ملف لاستهداف ما بنا نقول طائف كعلوي لاستهداف خياراتها السياسية في المنطقة ولمحاول تخلق نوع من أنواع الصفاء السياسي في طرابلس تمهيدا فيما بعد استخدامها للضغط على الدولة اللبنانية أو لربما الضغط على المجتمع الدولي والإقليمي صفاء سياسي في طرابلس سوف ينزع نزوع متطرف لأنه واضح أن القوى المتشددة هي التي تتقدم على الأرض وليس القوى المعتدلة أو التي تقدم نفسها لكن اليوم الموضوع صار موضوع قضائي بالضبط موضوع من جيرات طرابلس صار موضوع قضائي لماذا إبعادوا عن إطار القضاء ووضعوا بإطار الحملة على الطائف العلوية والحملة على الحزب العربي الديمقراطي بسبب خياراته السياسية يعني في تجارب مع فرع المعلومات غير مشجعة في هذا الإطار وأيضا التطورات التي حدثت بالتحقيق مع صائق الأستاذ علي عيد أحمد مرعي مرعي أبرز أنه تعرض لتعذيب وفرض عليه القول بأنه هو بعده الأستاذ علي عيد يهرب ما بعرفش مع العلم بأنه بيته الأستاذ علي عيد بحكر الظاهر على الجسر ما قبل اسمعنا خبرية ميشيل اسماحة وتعرض لضغط ميشيل اسماحة أصلا تاني وانا غير غض النظر أنا عم بحكي عن تحقيقات أنا عم بحكي عن شكل تحقيق اليوم مطلق إنسان من الطرف بيفوت من طرف الآخر اللي هو 8 أدار أو المقربين منه بيفوت عند فرع المعلومات لازم ينحكب بمعزوفة أنه تعرض للتحقيق وتعرض للتعذيب بمطلق حدا من 14 أدار بيروح عند مخابرات الجيش تعرض للضرب والإهانة ما اليوم الموقفين الإسلاميين لما بيروحوا عند مخابرات الجيش بيحكوا عن فظايع وموقفي 8 أدار اللي بيروحوا عند فرع المعلومات بيحكوا عن فظايع حتى الأجهزة الأمنية السياسة أنا عم جرب ابني لو أصل لمحل له علاقة بالصيغة بلبنان نحنا يعني اليوم حضرتك اللي عم تفضل فيه أنه الحزب العربي الديمقراطي لا يعترف المعلومات أو لا يعترف أو يشكك بما يقوم به المعلومات الآخر يشكك بما تقوم به مخابرات الجيش فيه اهتراء لمؤسسات دولة فيه فقدان لهيبتها ونحن مقبلين نحن بفراغ حكومي نحن بمجلس نيابي ممدد نحن مقبلين على الرئاسة الجمهورية قد تشهد فراغ وعلى الأرجح ستشهد فراغ طيب إذن نحن أمام صيغة مهترئة وأمام بلد يخلص لازم لحتى نعيد الانتظام العام نلازم نعمل عقد اجتماعي جديد هذا التخبط خلص مفروض نحن بحاجة لعقد اجتماعي جديد بطبيعة الحال لما شريحة لبنانية طائفة كاملة بتقول أنا مستهدفة من هذا الجهاد لأسباب سياسية طبعا المضمون المزهبي جو بالخطاب مضمون بالشارع عام ينحكي ما بدي أول عام ينحكي عبر الأجهزة بدي أربق بالأجهزة أن تكون عم تصرف هيك بس بالسياسة عم تشتغل أمن للسياسة كل هذا المشهد بما فيه اللي عم يصير بجبل محسن بباب التباني بما فيه اللي عم يصير هذه الفوضى في ترابلوس هذه الفوضى على مستوى المؤسسات هذه الفوضى على هذا التأخير صارنا بالشهر التاسع بالتكليف صحيح بلا تكليف هذا كله بوصلنا على أنه الطائف لم يعد يستطيع أن يرعى التناقضات اللبنانية العميقة اليوم وبحاجة لعقد اجتماعي جديد ومؤتمر تأسيسي يؤدي إلى إنتاج صيغة جديدة وإلا نحن بالتخبط الآن إذا ما نحكي بالتفاصيل ميم معه حق وميم ما معه حق اليوم فعليا خلاف قاصم البلد بشكل عمودي فيه انقسام كبير وانقسام عم بيوصل البلد إلى إمكانية صدام أهلي صدام أهلي حقيقي شو يجا قال لهم سمحت سيد حسن نصر الله من سنتين قال لهم اللبنانيين غالبا بروحوا عصيغ جديدة بس يعملوا حروب أهلية خلونا هالمرة نروح على حوار ومؤتمر تأسيسي بدون ما نشغل المدافع من روح على حروب أهلي بس هذا الفريق فريق الآخر فكرة مجرد الدعوة للحوار الكل اللي عم بيقوله أنه هو معه هو محضة ضد الدعوة أو المشاركة بالحوار بس فكرة فرض الشروط لا لا مؤتمر تأسيسي كل الناس تحطط الطاولة هواجسها مؤتمر تأسيسي هناك من يقول لا نحن عندنا طائف طائف هو من أسس لهذه الجمهورية الجديدة وهذا الطائف قد يحتاج إلى تعديلات ولكن مش رح نروح على مؤتمر تأسيسي لازمالك الطائف ركب على سيبي سعودية سورية برعاية أمريكية خلونا نكون واضحين بالتسعينات السعود استلم الاقتصاد والسوري الأمن والعسكر وكل الإنجازات اللي عملها الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه كانت بعصر ما يسمى الوصاية السورية وبعصر التناغم والتفاهم السعودية السورية طب هلأ هذه الثنائية السينسين مش بس فترقت وصلت للخصوم للعداء للقتال عم بيحاربوا بعض عم القتال في سوريا في العراق في لبنان يعني وبالتالي السنائية السعودية السورية التي رعت الطائف سقطت وبالتالي معت فيه ضمان لتنفيذ هذا الاتفاق ومعت فيه رعاة إقليميين ودوليين لهذا الاتفاق وبالتالي لابد من الاستفادة من الواقع والوقائع الجديدة لخلق اتفاق جديد يعيد الانتظام العام ويعمل عقد اجتماعي جديد بين اللبنانيين تنتج عنه دولة تطمئن الجميع وهذا كلام مش شعر هذا الكلام هو الحل الوحيد للبنان اليوم في ظل هذه العاصفة التي تشهد المنطقة وفي ظل أن المنطقة موضوعة على المشرحة والظروف برأي مؤتي سيد مالك يعني الظروف ومفتوحة أيضا مين هموا بلبنان اليوم مين هموا بلبنان لأنه محد هموا بلبنان منطقة على مشرحة بالضبط مين هموا بلبنان مين آري الملف اللبنان طيب لأنه محد هموا بلبنان على اللبنانيين أن يتمتع بقدر بالحد الأدنى من المبادرة لوضع خلافاتهم على الطاولة الخلافات العميقة مش التكاذب طبعا أنه مدير عام هون لا في خلافات عميقة العلاقة بالمشارك السياسي وبجوهر النظام السياسي ما المطلوب من تعديلات ما هو ما المطلوب من تعديلات في هذا النظام هادي بدا فلاسفة منون دستوري بدا مفكرين بدا يعني بس اليوم وين الخلاف صار انقسام عمودي بالبلد الانتظام العام مضروب بالبلد بدك تعمل انتظام عام بدك تعمل عقد اجتماعي جديد يتفع لي كل اللبنانيين ساعة بتنتج دولة قوية بتستعيدها بس ما هو هيدا العقد الاجتماعي اليوم اليوم شلي مش راكب بالبلد لحتى نغيره فيه صار له بالبلد عملية من الالفان وخمسة فيه التأكل لمنطق الدولة والانتظام العام وما حدا اصر بصراحة يعني انا ما عم بقول انه فيه طرف هو ما بده دولة والطرف الاخر ولكن فيه طرف يزعم انه بده دولة بس كل ممارساته خارج اطار انه يريد دولة بالعكس يعني اي طرف هيدا الطرف الاخر اربط عشر لهو اطلق منطق العبور العبور الى الدولة صحيح شعارهم كان هيدا انه ما فيه عبور الى الدولة فيه عبور الى الفوضى فيه عبور الى انه ترابلس رح تنفصل على شوي وعن فكرة انا هون بدي اكد مجدد وبيجيني رسائل احيانا بيعاتبوني على انه انا بقول ترابلس انا لا اقصد ترابلس السكان الاهلنا اللي بعرفهم اصدقائي جزء منه يعني مدنيين ومتنورين ومثقفين وعايشين حياتهم اللبنانية اعمق منا نحن يعني ما عم بقول انا عم بيحكي عن ترابلس اللي خاطفة التشدد اليوم والفريق الاخر نعم شو المطلوب من الفريق الاخر انا سمعت رفع تعيجه مازال 14 قدار ترفع شعار العبور الى الدولة ولا تريد الدولة نعم الفريق الاخر وين تجلى قبوله او ارادته بهذه الدولة بمحطات بدأت ب92 بان المقاومة انا بيحكي عن حزب الله هون طيب بعملت تحريري لجنوب لبنان في ظل ورشة الاعمار التي كان يقودها الرئيس الحريري ولم يكن هناك اي تناقض طيب هادي واحد اتنين اضف الى ذلك انه المحاولة التكامل اللي دايما متطرحها بالبيانات الوزارية المقاومة للقول انه نستفيد من قوة لبنان في المقاومة لدعم الدولة فيه سلوك دولة له علاقة بالدولة بيسلكوا حزبه الله وحلفائه بس ما بيعرفوا يبرزوه انا بدي لك شي لا ما بدي ناقش بهذه الفكرة هون اليوم اذا فعلا هادي مظاهر من مظاهر العبور الى الدولة لدى تماني ادار او لدى حزب الله على الاقل او رغبته بانه يتعامل بيطار مؤسساتي او دول او كدولة في هذا الموضوع طيب حتى لو كانت سبع ايار رد على خمسة ايار وين الدولة بسبع ايار هلأ موضوع التجسس الامريكي اللي اعلن عنه مؤخرا هيدا يؤكد ان المقاومة انا ذاك كانت تدافع عن نفسها وعن سلاحها سبع ايار انت عم تلغيلوا وسيلة الاتصالات الوحيدة اللي ما قادر الامريكي والاسرائيلي يتجسس عليها ايه تعاملوا بمنطق دولة مليارات تعاملوا بمنطق دولة انا ذاك انا ذاك كانوا عم بيقولوا السلاح لحماية السلاح بشكل علني هيدا دولة وانا ذاك لم يتكن دولة يا استاذ هيدا منطق دولة انا ذاك كانت حكومة مبتورة لا تمثل غالبية لبنانيين وكان الذي جرى جزء من الصدام الاهلي اللي اتخذ شكل عنفي هلأ نحن بالصدام الاهلي عم يتخذ اشكال من الحرب الباردة السلم البارد ما اليوم بالتباني عم بيقولوا السلاح لمواجهة السلاح مزبوط منبررهم منقول منقول انه خلاص صارت مظهر من مظاهر الدولة لا لا انا ذاك في خصوصية لمسألة المقاومة وكنت عم كمل لقول الطرف الاخر دايما بيحاول يقول انه هذه الشريحة هذا الفريق هو خارج عن الدولة هذا الفريق نفسه ما عم بيبرز الامور الاساسية التي تجعله دولتيا بفكرته تجعله من حازة فكرة الدولة بسلوكه من خلال كثير من الملفات واخرة استاذ مالك انه الجيش بالضاحي الجيش على بكل مفرق بالضاحي الدولة بكل مفرق بالضاحي شو هدي بد من نية يعني ان الجيش يفوت على الضاحية بالـ 2013 طيب ما هيدا كانوا عيروك فيه كل الوقت كانوا عيروك شو الجيش اللي ما كان بد يفوته فيه تحولات كبرى بس بالـ 2013 نحن شو قامتا يعني قامتا كان الجيش خارج الدولة خارج الضاحية ما انت عم تقول حضرتك انه لا لا احكي صار في شيء مضاف يعني اضيف ما بدي فوت بهذا التفصيل ما حدا انا قلت ما حدا من الفريقين اصر باضعاف الدولة المجتمع في لبنان اقوى من الدولة ولكن فيه فريق بيرفع شعارات هدفها القول بانه يريد الدولة ولكن بالمقابل يسلك مسالك غير دولتية وفيه فريق بيقول نحن بحالة استثنائية بصيغة تتطلب التكامل بين الدولة وعوامل القوة الباقي بالمجتمع ويطبق ما يقوله بالقدر الممكن انا ما عم بقول انه فيه ملاكي بلبنان كل الناس تخطئ وتصيب ولكن النواية هل النواية سليمة هل الارتباط بالخارج لمصلحة لبنان ام لمصلحة هذه الدول يعني انا بعطي مثل هون بالدوحة باتفاق الدوحة وصلوا ليفيقوا وزير خارجية ايران من النوم بعض اللبنانيين يحكو عن دقرة زقل بلاط ومش عارف شو قال لهم وين هاي دي زقل بلاط ما كانت واقف الامور انا كنت وديك وكنا رح نرجع قبل ليلة قال لهم انا ما بعرف احكوا مع حزب الله انا زاك انا ما بنعرف هالتفاصيل فيما الباقين اليوم منسمع ان المملكة العربية السعودية بدى حكومة من لون واحد المملكة العربية السعودية تريد فلان ولا تريد فلان المملكة العربية السعودية تضع فيتو على حزب الله هذا اللي عم نقوله نحنا ما بين انك انت تشتغل وتستفيد من علاقاتك الخارجية لمصلحة لبنان وبين انك انت تكون بيضق اذا صح التعبير نحنا نربق بالمستقبل ونريد منهم ان يغادروا التبعية للمملكة العربية السعودية اليوم اذا فعلا هيك بس رحنا على محل تاني ما بدي ما بدي فوت هلأ بالملف السوري بس دخول سوريا دخول حزب الله الى سوريا كان قرار لبناني بحث لدى حزب الله دخول بكرة الايام رح تكشف اكثر ما معنى ولماذا دخل حزب الله شرحوا حزب الله قالوا لحماية ظهر المقاومة وعبي شرحوا كل مرة وانا بدي فوت لأ بكلام سياسي بس ارار القرار انا مش عم بتحدث عن اسباب هذا الدخول ومبرراته القرار قرار لبناني بحث لك قرار حزب الله محض بالمطلق وانا اؤكد ذلك الايراني يتعاطى فيما يخص حزب الله في الخطوط العريضة وابلغ انا ذاك الحزب وغيره اننا نحن شايفين انه هاي معركة لاسقاط سوريا لاسقاط دور سوريا واجبكن يا حزب الله ان تقفوا الى جانب النظام ما قال لن روحوا قاتلوا قال لن توقفوا الى جانب النظام بتوقفوا بالكلام او بتوقفوا بالقتال هذا ارار وانا مطلع على تفاصيل ما بنحكي عننا على تليفزيون استاذ مالك ولكن هذا القرار اتخذوا حزب الله صدقني الايراني اكيد ما عمقول انه الايراني يعني ما بيمرنا حزب الله وكانوا ممكن ولكن بادارة هذا الملف طبيعة العلاقة بين حزب الله وايران طبيعة العلاقة هي الايراني بيعطي خطوط عريضة لرؤيته للمنطقة وحزب الله بتصرف بلبنان بسوريا بمراضة اخرى من خلال تقديره للموقف مش وفقا للقرار تقدير الموقف ما فيه هاي التبعية بالمعنى اللي اللبنانيين بيفهموه انه والله مثل يعني علاقة المستقبل بالسعودية انه والله قاله وعمله وكذا ما فيه منه انا بعرف جوهر العلاقة جوهر العلاقة تطاطع على مبادئ اساسية سؤال مازال هيك الفكرة كمانا يوم اطلق حزب الله طائرة من دون طيار حلقت فوق الاراضي الفلسطينية المحتلة وصورت وعمل يومه ضجة ايوب طائرة ايوب ليش وصل الصور على طهران أبما يوصلوا عند الجيش طلع مسؤول ايراني نائب متحمس وفضح لص لا وقال انه نحنا صار عنا ولكن ليس موقف رسمي ايراني واذا ايران استخدمتهم يعني اذا هاي الصور وصلوا لايران استاذ مالك نحنا لازم ايضا نشكر ايران لان هي واحدة من اللي دعموا لبنان ومقاومته وهي حليف للبنان وبالتالي فلتصل ما وصلوا صور عن السعودية ولا وصلوا صور عن دولة عربية وصلوا صور عن اسرائيل عن عدو للعرب والمسلمين بشكل سريع باقل من دقيقة لانه بدنا ننتقل لفقرة الصحف بس مرقنا على الموضوع حكومة ما فيه مش مبين يعني الشروط او الظروف التي تمنع او كانت تمنع قيام حكومة من تسعة تشهر لهلأ او ثمانية تشهر لهلأ بعدها هي ذاتها لذلك نحنا عم نقول انه لازم البعض ينظر للواقع والوقائع بايجابية بعقلانية بمنطق ويروح على حكومة وغادر هذا التشدد لما له معنى فيه حال اليوم غير تسعة تسعة ستة؟ يعني فيه صيغ تشبهها ولكن الصيغة الاقرب للمنطق والاكثر موامة لموازين القوى اليوم هي تسعة تسعة ستة مع انه انا فائد الامل من هالنظام السياسي هيدا النظام لا ينتج الا صدام لا ينتج حلول لا ينتج حلول واذا رحنا على تعايش سنة او سنة ونص او ستة شر او عشر سنين بالنهاية نحن بدنا نوصل للحائط مسدود بدنا نوصل الى ان النظام السياسي لم يعد قادرا على رعاية التناقضات اللبنانية العميقة رئاسة الجمهورية الى الفراغ رئاسة الجمهورية الى الفراغ واضح لانه ايضا الاستفاف الداخلي والاقليمي والانصراف الدولي بهذا الشكل عن لبنان والاهتمام بملفات اخرى بتأكد انه ما فيه انتخابات ولا فيه تمديد يقول دكتور جعجع انه لو شو ما عملوا لو كسروا ايدان واجران وهذا النواب نزلين على البرلمان لا ينتخبوا يعني كيف انتخبوا بشو فيه رئيس مجلس نواب بيدعي لجلسة وما رح يدعي لجلسة هلا هيدا الرئيس برا ما معرف كيف بيديرها ولكن فيه نصاب لرئاسة مجلس النواب لرئاسة الجمهورية فيه توافقات يعني ما فيك هيدا كسروا بعدين هيدا كسروا ايدان واجران هيدا الاعلام بالمناسبة احيانا بعض الاعلام عم بيتعامل بهك بنوع مثل انه نترك على الكوع انه والله او عرفتشو انه لا يتضخم الكلام حزب الله صار له ثلاث سنين بصراحة ما قطش الريع لو بروفايل عامل انه مزبوطة لا انه حزب الله صار له ثلاث سنين بيان وكانه بده السطرة يعني وين لا عم بيقطش ايدان بالعكس جمهور حزب الله لما حكي سيد ابو حسن حج محمد رعد جمهور حزب الله كين لو بروفايل يعني كين لو بروفايل قبلك تنفسه عضاء جمهور حزب الله وبدى مرتاحا لانه كل الفترة الماضية الحزب يتلقى انتقادات وضربات ولا يجيب هون هيدا الكلمة فرضتها زيارة كاري الى السعودية والجو الذي بدى وكانه تحشيد لمواجهة المقاومة في لبنان ومنع من المشارك السياسي بالسلطة بعد الصحف بدي انهي بشكل سريع زيارة الرئيس ميشيل سليمان للرياض ماذا يمكن ان تنتج هذه الزيارة بدي انتقل الى ملف الخارج يعني اليوم وتحديدا ما يرتبط بالملف الداخلي يقول نائب حسن فضل الله في اخر اجتماع او بالاحرى في كلمة لقل و بالجنوب على ما اظن نهار السبت انه اللي عم بيراهن انه احنا قراءتنا للمتغيرات بالمنطقة خاطئة هو الخاطئ قراءتنا صح ماذا يحصل في المنطقة من متغيرات اضافة الى جونيف السوري وجونيف الايراني بس قبل ما نكمل بهذه الملفات اليوم زميلة جديدة لألنا بتشرفنا بالستوديو ببرنامج الحدث رونا حلفي صارت جاهزة معنا اليوم لتوفينا للمرة الاولى بالجولة اليومية على الصحف المحلية الصادرة في العاصمة اللبنانية بيروت وكذلك الصحف العربية والدولية الموزعة في لبنان رونا اهلا وسهلا فيك وتفضل الها ولا الي شكرا مالك طباح الخير لكل مشاهدين جورتنا اليوم على الصحف رح تبدأ من جريدة السفير السفير كتبت يحضر ملف التجسس الاسرائيلي واخواته على طاولة لجنة الاتصالات النيابية بعد معلومات خطيرة حول عمل الابراج التقنية التي نشرها العدو الاسرائيلي على طول الحدود من النقورة الى شبعة وعلم ان مماثلين لجنة ثلاثية التقنية سيعرضون على اعضاء اللجنة النيابية حصيلة مسار عملهم حتى الان على صعيد على صعيد تقفي اثر التجسس الاسرائيلي وتجميع المعطيات العملانية المتصلة به وفي معنمات السفير ان فرق العمل التقنية التي تعمل على الارض قرب الحدود مهددة بالخطر وتؤكد المعطيات وجود ما بين وحدة وثلاثين وستة وثلاثين برج تجسس اسرائيلي على طول الحدود مع لبنان يلامس بعضها الخط الازرق وعلم انه فور اكتمال الملف المتصل بالانتهاكات الاسرائيلية سيتقدم لبنان بشكوى الى الامم المتحدة وسيطالبها بالتحرك ميدانيا لوقف الخروقات الاثيرية وعلم ايضا ان للابراج الاسرائيلية مدى يغطي كل الجنوب بشكل مباشر اضافة الى كونها تتخذ من صيد نقطة ارتكاز تقنية تستند اليها لتوسيع نطاق الاختراق التجسسي وبلوغ مساحات اخرى في العمق اللبناني من السفير ننتقل جريدة الاخبار قبل ايام قليلة حصل العشاء السري التقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاجم محمد رعد رئيس جباة النضال الوطني وليد جنبلاط في منزل رياض الاسعد زار جنبلاط الامير طلال ارسلان مستحبا معه اللواء السوري المنشق فرج المقط والامير الدرزي السوري شبل الاطرش لبحث مستقبل دروز في سوريا ولبنان حيال خطر تهديد الاقليات من قبل التكفيريين واضافت الصحيفة المهم الان ان الطريق باتت ممهدة على الارجح للقاء بين الجنبلاط وسيد حسن نصر الله امين عن حزب الله وهي في كل الاحوال ستستمر مع رعد وغيره ايضا بصحيفة الاخبار عنوانة السنيورة يبلع نهر الاول الزميلة امال حيدر كتبت توجهت الاسرة الصيدوية الى المنطقة التي تعرف بالكنايات على نهر الاول هذه الاسرة كغيرها اعتاد تنضية يوم العطلة هناك منذ سنوات طويلة رب الاسرة وزوجته واولاده الخمسة قصدوا ضفة الجنوبية للنهر كواحدة من المساحات المشتركة العامة القليلة التي لا تكلف او عفوا لا تكلفها المال الكثير نعم لا تكلف العائلة المال الكثير الا انهم امس وما اندخلوا في الطريق المؤدية الى وادي اشمون فوجئوا بوجود جدار عال وطويل حديث البناء يسد عليهم الطريق نحو النهر السنيورة عمر الجدار وسيج حدوده التي تضم الكنايات وتقع على هذا النهر هكذا يجيب رئيس بلدية صيدة محمد السعودي ابن صيدة ونائبها اشترى مع شريكه رجل الاعمال الصيدوي محمد زيدان عقارات هناك من ورثة الرئيس رفيق الحريري واضافة السنيورة وزيدان اشترياء العقارات وقرارات تسيجها ومحاصرتها بجدار يمنع اهل صيدة ومحيطها من الوصول الى النهر وضفته التي يصنفها القانون كاملاك عامة للدولة ونصل جريدة النهار في اسرار الالهة اليوم لم يستبعد مسؤول سابق بقاء النائب تمام سلام رئيسا مكلفا ورئيس مقاطي رئيسا مستقيلا حتى موعد الانتخابات الرئاسية وايضا باسرار الالهة قال رئيس حكومة سابق ساخرا ان لبنان بات في حاجة الى لقاح ضد شلل المؤسسات ايضا سمع ديبلوماسي عربي يقول ان ايران استطاعت ان تتحول من دولة خائفة الى دولة مخيفة ومن جريدة النهار الى جريدة الجمهورية اللقاءات التي جمعت الامريكيين والايرانيين في جناف في اجتماع وزراء الخارجية افضت الى توافق مبدئي على الخطوط العريضة لسياغة ورقة تفاهم تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي بمباركة هيئة الامم المتحدة وعلى رغم ان الجانب الايراني قد طالب بتدوين ذلك التوافق المبدئي الا ان الجانب الامريكي رفض بذريعة ضرورة تشاور مع الحلفاء الغربيين واضافت ولكن بعد تعبير رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو عن غضبه حيال اي توافق بين ايران والمجتمع الدولي بضى واضحا ان التريث الامريكي في جناف لم يكن سوى للمزيد من التشاور مع تل ابيب وبالتالي فان طائرات وزراء خارجية مجموعة خمسة زائد واحد التي غطت على عجل كسر بحمام واحدة والاخرى في جناف السبت الماضي لم تكن الا استعراضا لاختبار مدى جهوزية الدبلوماسية الدولية في عقد الاجتماعات الطارئة ومن الجمهورية الى صحيفة المستقبل ايضا فيما يتعلق بجناف وافق الاتلاف الوطني السوري المعارض على المشاركة في مؤتمر جناف اثنان وفقا للائحة الشروط حددتها الهيئة العامة في اجتماع ماراتوني دام حتى منتصف ليل امس انتهى بالتصويت على الموافقة على المشاركة وفقا لهذه الشروط التي ستعلن رسميا اليوم واضافت المستقبل هذه الشروط هي الموافقة على المشاركة على اساس تنحية بشار الاسد ونقل السلطة كاملة الى هيئة حكم انتقالية واعلان الالتزام ببيان جنيف واحد ورفض ان يكون لبشار الاسد اي دور في المهلة الانتقالية او بعدها واستبعد جميع المتورطين مع النظام من اي عملية سياسية واحالتهم الى القضاء ورفض مشاركة ايران اذا لم تسحب قواتها الغازية من سوريا وميليشيا حزب الله وابو الفضل العباس والى الخبر الاخير بصحيفة The Guardian كتبت The Guardian الفشل في التوصل الى اتفاق موقت في محادثات جناز حول البرنامج النووي جعلت وزير الخارجية الايراني محمد جواد ضريف في حيرة من امره بعد ان كانت الاجواء تبدو ايجابية الايرانيين والديبلوماسيين الامريكيين تحدثوا مع بعضهم بعضا خلال هذه المحادثات التي استمرت لمدة 72 ساعة اكثر مما فعلوا خلال العقود الثلاثة الماضية وكانت من اكثر المحادثات شمولية بين البلدين منذ الثورة الاسلامية في عام 1979 وأضافت محادثات جنايف يجب ان لا تكون نهاية للقصة فعدم التوصل الى اتفاق سيكون كارثة للجميع الذين يعيشون في المنطقة بما فيها اسرائيل مع هذا المقال نختم جولتنا على الصحف لليوم نرجع لزميلة مالك الشريف شكرا لالكرونا على هذه الجولة سنلتقي في الايام المقبلة في جولات اخرى من الصحف المحلية الصادرة في بيروت وكذلك الصحف العربية ودولية الموزعة في لبنان مشاهدين فاصل قصير وبعد الفاصل نستكمل هذا الحوار عود لكم مشاهدين ولا متابعة برنامج الحدث وضعي في استيزغستان جواد استيزغستان بشكل سريع في الملف الداخلي قبل ما ننتقل للخارج ماذا في زيارة الرئيس ميشيل سليمان للرياض هي تأجلت الزيارة فترة كان السعودي غاضب كما وصفه وسماحت سيد وقته وما كان عنده شي ناقشه أو كان عم بيرتب ملفاته بما يخص اتصالاته بالامريكيين وبالغرب بما يخص ايضا جناف اتنين وباقي ملفات المنطقة حتى الان ما بعرف ما بظن في شيء اضافي واسسنائي رح يكون بهالزيارة خصوصا ان السعودي والرئيس اسلام بيعرفوا ان السير بالرغبة السعودية بحكومة من لون واحد مستحيلة بلبنان بس السعودي انا مش متدخل الا اذا اتخذ السعودي قرار برفع الحرم عن مشاركة حزب الله في الحكومة وبرفع الفيتويات اللي كان حططا بما يخص هذه الحكومة اذا تبلغ رئيس سليمان هذا الجو الايجابي ممكن تكون عودته يقول رئيس سليمان يقول رئيس سليمان انه ما رح يحكي بموضوع الحكومة بالسعودي انه شو رح يحكي بموضوع لبنان موضوع الملف السوري وارتباطه بالملف اللبناني يعني ما بعرف ان شاء الله بس انه ان شاء الله يكونوا المسؤولين اللبنانيين عموما عندهم هالقدرة على الاستقلالية وما يحكوا بهالملف ويحكوا بهالملف فبعتقد انه هذا الملف مطروح الملف السوري مطروح فيه استحقاقات بالملف السوري ستنعكس على لبنان اكيدة بدأتكون جزء من النقاش ولكن عمليا يعني الملفين الداخليين الاساسيين لذين ممكن ان يناقشوها الرئيس سليمان مع القيادة السعودية هو الرئاسة الجمهورية والحكومة فقط ما فيه او على الاقل هن الاساس وبعتقد رئاسة الجمهورية اهم ربما يكون هناك توجه انه لتمديد الولاي لمحاولة تعدم الوقوع في الفراغ فيه طموحات يعني ايضا عند البعض بس انا بستبعد بستبعد رئيس سليمان يقدر يمدد لاسباب متعددة وبستبعد ايضا تصير انتخابات رئاسة الجمهورية لانه نظام السياسي افلز وعاد قادر ينتج حلول وعلينا الذهاب الى نظام سياسي جديد ينتج حلول فيه اوضح منك انا هيتم للملف اللبناني الداخلي ختمناه افلنا عليه وخلصنا هذا ما بيعني انه بالتفاصيل عنا مواقف من امور كتير فيه تفاصيل كتير اذا بدي فوق بالمواقف من اصغر مشكل بالبلد لا اكبر موقف سياسي وبالمرحل المقبلي هلأ بما انه تأجل جونيف 2 لازم اللبنانيين انتبهوا على الجانب الامني كتير لانه من هلأ لانعقاد جونيف 2 اذا انعقد رح يكون فيه عنف كتير بسوريا وبلبنان على اي اساس؟ على اساس هذا الاحتكاك بالمصالح الاقليمية والدولية وتحديدا بالصراع الاقليمي على اساس محاولة السعودية تحصيل مكاسب قبيل انعقاد طاولة جونيف 2 لكي تجلس على الطاولة لاعبا اساسيا هون مع العلم انه انا برأيي السعودية قادرة يكون الى دور بس من منافذ اخرى وهذا الامر بصراحة القيادة السعودية لازم تنتبه له الصدام والذهاب نحو التطرف وتسعير الخطاب المذهبة سيطيح بكرسي السعودية في المفاوضات ولن يثبتها التفاهم مع دول الاقليم وتحديدا مع ايران هو اللي ممكن يحافظ على المكتسبات السعودية بلبنان وغير لبنان اما الذهاب نحو مواجهة مفتوحة مع ايران ومع الاخرين بس واضح ان السعودية لما قررت تفتح مواجهة ركت جون كاري لعندها يعني بعتقد ما ركت بقدر ما هناك تفاهمات وتحالف امريكي سعودي راح يتسبت هذا الجانب بعد 73 السعودية دخلت باتفاق مع امريكي مشهور بعد حرب 73 ايام الملك فيصل له علاقة بحماية العائل الحاكم وبعائدات النفط وما الى ذلك واجه جون كاري يحكي مع السعوديين بتصور الولايات المتحدة الامريكية للمرحلة المقبلة فيما يخص العلاقة مع ايران الملف النووي الايراني وحصة السعودية بالتسوي وهو جاء مطمئنا مش طالبا رضا السعودية بس اللي صار بان السعودية مش بموقع تقدر تفرض على الولايات المتحدة الامريكية بس برأيك يعني اذا برأي حضرتك انت كتعم تقول كل هذه الملفات وكل هذه الاتفاقات بين الولايات المتحدة الامريكية والسعودية وركيزة الاساسية النفط اللي كنت عم تحكي عنه حضرتك ممكن ان الولايات المتحدة الامريكية تتنازل عن هذه العلاقة المميزة مع المملكة العربية السعودية اللي صالح علاقة مع ايران كرمال النووي مش تنازل بقدر ما فيه سياسات الامريكي براجماطي واشتغل على مصلحة ايه بس اليوم وينما ستعطل اذا بده يسكر حنفية النفط كرمال كرمال ايران ما بيقدر يسكر ما رح يسكر اصلا ايه ما بتسهني ما بيسيطروا عليها بسيطر عليها الجيش الامريكي استهزمالي المنابع النفط مش مسيطر عليها الجيش السعودي الحنق السعودي الذي جرى بعد عدم قيام الولايات المتحدة الامريكية بالضربة على سوريا بعد شعور السعودية انه عم تخسر رهاناتها بسوريا اتعاملت معه الولايات المتحدة الامريكية بمحاولات استرداء وليس بمحاولات الانحياز الى موقف استرداء استرداء عم تسترضيها عم تحاول تعطيها جوائز ترضي يعطيها شوية وقت هلأ من 23 من 27 هيدا الشهر لربما مطلع العام المقبل لتحاول تحسن مكاسبها ولكن كان واضح جون كاري بان موقتنا جينيف 2 سيعقد ان التفاهم معه واول خطوة وحتى انه دعا الامريكي التأجيل لا يعني الالغاء اخذ السعودي التأجيل ولم يأخذ الالغاء يعني بالنهاية وقفوا على خاطر السعودية الى حين تسبية الوضع اما لصالح السعودية اما لصالح في الاخر وقفوا على خاطر السعودية يعني تعبير اوكي ماشي تعبير مقبول كل الاطراف شاركت بالجونيف المؤتمر التحضيري صحيح لو في نية بعقد المؤتمر مثل ما كان عم بيقول جيفري فلتمنت ان المؤتمر بده يصير ما قاله المعارضة السورية اذا ما صار المؤتمر انتوا قدامت جديد للرئيس بشار الاسد يعني هل قد جدين بعقد المؤتمر ان يتأجل مش يعني وقوف على خاطر السعودية هلأ مش في مفاوضات مع ايران مش الفرنسي معه الفرنسي والفرنسي يستفيد من هذا السلوك العفوا الامريكي يستفيد من هذا السلوك الفرنسي المعارقل لها يجرب ياخد مكتسبات من ايران اضافية يعني توزيع ادوار بالضبط نفس الشي بما يخص الموضوع السعودي بما يخص الموضوع السعودي الامريكي تارك هامش للسعودي ليحصل مكتسبات كدولة اقليمية حليفة بالمنطة بس عم تعمل فورا هلأ عم نشوف اجتماعات للمعارضة يجري تشكيل حكومة والتوزيع حقائب وزارية واعلان عمليا شبه اقتطاع ارض بالشمال السوري واعلان عليها حكومة حكومة وصفة للتقسيم فالسعودية عم تندفع نحو استحالات او نحو خيارات صعبة قد لا تجعلها رابحة في المستقبل نحنا عم نقول التفاهم مع دول الاقليم بما فيها ايران وتركيا ايضا هو اللي بيخلي للسعودية محل وإلا السعودية ستواجه النموذج القطري النموذج القطري هو تغيير الادارة ببساطة السعودية البحران اليوم ربما تواجه من هلأ الاخر السنة النموذج القطري فيه اعادة ترتيب للأوراق على مستوى الخليج والسعودية لن تكون بمنأة عنه وبالمنطق يعني بالمنطق لشو هالتشدد بالمنطق إذا أنت عندك نوعات احتكاك أنت كسعودي حط حالك محل السعودية عندك نوعات احتكاك مع ايران من صعدة للبحرين للعراق للبنان لسوريا وتتكثف في سوريا طيب هل تذهب نحو الصدام اللانهائي في ظل موازين القوى الدولية القائمة أو بتجرب تروح على تفاهمات ما هي القصة أنه موازين القوى كيف مش مفهومة بعد عدم قيام الولايات المتحدة الأمريكية بضربة عسكرية هي وقفة يعني تفسير الضربة عسكرية بعد التفاهم الروسي الأمريكي على الكيمياء السوري والإشادات التي يتلقاها النظام السوري فيما يخص سلوكه الكيمياء وإعادة تأهيل النظام على المستوى الدولي والإقليمي هناك موازين قوى اختلفت كليا وعلى الأرض الجيش السوري وعند يستعيدوا زمام المبادرة وبالمطلق انقلبة موازين القوى من عكل حال موازين القوى بدأت تنقلب من جناف واحد من اللحظة التي اعترفوا فيها أنه في طرفين للأزمة كانوا قابل يحكوا عن أصدقاء سوريا والأطراف الأخرى غير موجودة بجناف واحد أول خطوة بانقلاب موازين القوى كانت باعتراف أنه هناك طرفين التطورات التي حدثت في السنة فيه خلال سنة ومن ضمن دخول حزب الله على القتال وتغيير موازين القوى على الأرض واستعادة زمام المبادرة من قبل الدولة السورية والتحولات في المشهد الدولي كلها هذه قتت لمصلحة النظام وحلفائه وبالتالي السعودية بدأت بمكان خاسر وعم تحرد هون منه سياسي هذه أنه أنا ظلني رايح بخيار ما له علاقة بالتعريف السياسي إذا أنا بظلني رايح بخيار بالمطلق صدامة فيه إمكانية لتفاهمات وعلى المملكة العربية السعودية أن تجنح نحو التفاهمات وإلا بيكون نحن أمام مشهد هو التالي سلطة سعودية غير ممسكة جيدا بملفاتها أو انقسام داخل العائلة الحاكمة بالمملكة والأرجح أن هناك انقسام والأرجح أيضا فيما يخص العلاقة مع أمريكا أن هناك خلاف مع الإدارة ولكن هناك تنصيق مع دوائر أمريكية متشددة أيضا قد تكون سي آي آي قد تكون شركات قد تكون ما بعرف مين تدفع السعودية للتسعير المذهبة والتسعير والتشدد فيما يخص إيران لمصلحة إسرائيل لمصلحة أمن إسرائيل يعني لما المسلمين والعرب بيصطدموا ببعض وبنروح على صراع مذهبي وعتفتيت مذهبي وإثني مين بيستفيد عمليا بالمنطقة تستفيد إسرائيل الآن نحن عم نقول أنه بالمرحلة المقبلة واضح سيكون في نظام إقليمي مركب قوامه إيران تركيا وحلفاء إيران وحلفاء تركيا ومن ناحية إسرائيل نعم نقول أنه المملكة السعودية تستطيع أن تكون جزء من هذا النظام الإقليمي المركب ولكن بشروط مصالح شعوب ودول هذه المنطقة وليس بشروط حكام الرياض أو بشروط الأمير بندر بن سلطان أو بلعب أوراق التشدد اللي عم تطيح بالمنطقة يعني القاعدة لما انبعتت على أفغانستان حررتها من الاتحاد السوفيتي يعني يعني عمليا أخرج الاتحاد السوفيتي وأسقطت حكومة نجيب الله بس بعدين شو صار بعدين صار حروب بين المجموعات المسلحة على خلفية إقليمية بين ناس مع إيران وناس مع باكستان وناس ما بعرف مع مين وبعدين اجت طالبان ودمرت أفغانستان هل هذا ما يريده هل هذا ما خرج لأجله بعض السوريين في البداية للمطالبة بالإصلاح والتغيير أم أن السعودية مندفعة في مشروع كبير هو جزء منعقل المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية لبالنسبة إلهم أن تقسيم المنطقة العربية والإسلامية يخدم إسرائيل كل ما ضعفت العرب والمسلمين تخدم وجود دولة إسرائيل ببساطة يعني هلأ وصل خبر بعيين مرتوط نوعا ما مش بس بالملف السوري أيضا في ملف إيران صالحي يقول يعلن الآن عن اتفاق بين إيران والوكالة الدولية اليوم بزيارة لطهران بالتأكيد فيبدو هناك اتفاق شو اسمه يوكو أمانو يوكو أمانو صعبين الإسماء الياباني وقفت على اسمها نعم وقفت على صعب على يوم يلفظوها يعني يعني هذا جزء أيضا من اللي كنا عم نحكي أن الاتفاق الكيميائي الروسي الأمريكي بشأن بشأن سوريا هو رأس جبل الجليد لجملة من التفاهمات الإقليمية إلى أين سيذهب الوضع في سوريا سوف يكون وأنا برأيي هون جناف النووي مرتبط بجناف اتنين بشكل أو بآخر جناف السوري والإيراني مرتبطين ببعضهم من يسبق من السوري ولا الإيراني بأعتقد الإيراني هذا التقدم سوف يعكس نفسه تقدما في الملف السوري برح سمعنا السيد هيسم المناع وهو معارض تاريخي للنظام ومعارض وطني وثقيل له علاقات له علاقات مع إيران مع روسيا مع أمريكا مع كل الناس عم ينتقد الدور السعودي وعم بيقول أنه الدور السعودي اليوم مقتصر على الأمن والعسكر ليجب أن تخرج المملكة السعودية والإدارة في السعودية من عقل أنه نحن منستخدم الجماعات المتطرفة ومنخلق وقائع على الأرض إلى أن تذهب إلى تفاهمات وعلى إيران أن تشجعها يعني كمان أنا من فترة كتبت التفاهم الممكن بين الرياض وطهران إذا كانت الرياض تريد أن تنقلب أو أن تقيم مسافة مع سياسات الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة على إيران وكل محور المقاومة أن يشجعها وهناك تقاطعات للسعودية مع إيران في العراق تقاطعات للسعودية مع روسيا في مصر مع إيران في لبنان هناك احتكاك في سوريا قد يتحول إلى إمكانية التفاهم الاندفاع نحو هذا العبث ما حيوصل لمحل نحن عم نناشد ونحن عم نرفع الصوت للقول للمملكة السعودية أن هذا المسلك سوف يفضي إلى تفتيت وتدمير المنطقة المسلك الآخر له علاقة بالتفاهمات يحجز مقعد ويعطيها حجمة حجمة كدولة إقليمية إسلامية عربية وازنة وفاعلة ولكن بالتفاهم وليس بالصدام وعم نقول أنه خارطة الجيوسياسي بالمنطقة عم تخفرجين أنه أنتم متقطعين مع الروس بمصر مثلا ضد الولايات المتحدة بالدعم الحكم القائم اليوم السيسي والرئيس عدلي منصور طيب ومتقطعين مع إيران بأكثر من ملف وأنتم على تماس مع إيران في أكثر من ملف من صعدة إلى البحرين إلى العراق إلى لبنان ومتقطعين مع آخرين أيضا لعبين آخرين منهم الأتراك أيضا يجب أن نذهب إلى التفاهم بهذه المعنى لا أن نذهب إلى تنفيذ مخططات عمليا هي أفكار إسرائيلية بأن منطقة تتفتت وتتقصم سينة تضيع سينة تضيع كما هو مخطط سينة تتقصم بس كله هذا بيجعب من عكس على المملكة في الجيل الثالث بالمملكة اليوم الجيل الثالث من الأمراء يطمح للسلطة ويرى في النموذج القطري نموذج ممتاز أنه عندك 11 ألف كيلومتر وأمير ومصاري وتلفزيون تعمل دولة وتلعب دور إقليمي فتتفتت السعودية تتقصم بسهولة وأنا لدي معلومات بأنه في أحد أواخر الاشتماعات التي حدثت في الرياض للعائلة الحاكمة أمير الدمام هدد هدد بالانفصال هدد بإعلان حكم ذاتي إذا بده يضل هذا المسلك لأنه هذا الزلم أيضا على تماس في المنطقة الشرقية مع مصالح المواطنين من الشيعة السعوديين وعم بيشوف أنه الأمور عم تفلت على الأرض وبالتالي يجب على المملكة السعودية أن تراجع حساباتها وهذا اللي حكى عنه سمحت السيد لما دعاها واستخدم مفردة غاضبة مع أنه فيه أول واحد أكتر من غضب في وصفه والبعض يعتبر أن هذا الكلام هو استكبار واستعلاء في حين أنه كان يتكلم لمصلحة السعودية ولمصلحة أي مصلحة السعودية بهددها بشو هددها قال لهم الواقع والوقائع ليست كما حسبتم وليست كما راهنتم تعالوا إلى التفاهمات بناء على موازين القوى الجديدة هذا بيكون شو عم يعمل مش عم يعطيه النصيحة أخوية لوجه الله طب بالمرحلة المقبلة أستاذ مالك ازدل لنا رايحين على صدام الجميع سيغرق أنه هاي لحظة مؤاتي أنه فيه انفراجات على المستوى الدولي فيه انفراجات بين الروس والأمريكيين فيه تفاهمات بين الروس والأمريكيين فيه انفراجات بين إيران والأمريكيين طب خلينا هذه نجيرها ونصرفها لمصلحة لبنان والمنطقة والسوريا بدل أن تتحول سوريا إلى نكبة تشبه نكبة فلسطين كما وصفها الرئيس بره بعد الفاصل الإعلاني حل الأزمة السورية متى إذا فعلا ماشي مسار المفاوضات في هذا الشكل جونيف النووي الإيراني فيما بعد الجونيف جونيف السوري الجونيف السوري قدبت دوقت إلى حين ترتاح سوريا إضافة إلى الملف النووي الإيراني بتفاصيل كاري المواقف من النووي الإيراني ولوهم بدوا يوصل بعد النووي شو بعد بدهم الأمريكيين من إيران وإيران شو قدمت بمقابل كل هذا الشيء مشاهدين فاصل قصير ونعود عودة لكم مشاهدين ولو متابعة برنامج الحدث وظيفي الصحفي والكاتب السياسي استيس غسان جواد استيس غسان جونيف الإيراني يسبق جونيف السوري فعليا مرتبطين ببعض بس إلى ما سيفض اتفاق جونيف الإيراني بتصور وضعت إيران منذ يعني الرئيس أحمد نجاد وضعت ثوابت بما يخص الملف النووي الإيراني وحاولت بمفهوم القانون الدولي والعلاقات الدولية أن ترسي قواعد على الشكل التالي أن السيادة الوطنية أعلى من السيادة الدولية وأن القرار الوطني يفوق أهمية القرار الدولي ابتداعا من هون من هذه القاعدة إذا منوصل لمحل أن إيران تريد أن تمتلك النووي السلمي الذي يخدمه في العديد من القطاعات داخل إيران والذي يجعله بمصاف دول مصنعة لاحقا ومنتجة بمقابل عدم امتلاك السلاح النووي بوصفه سلاح ردع وهذا الأمر سأعلن عنه وتحدث عنه الرئيس أوباما بمجلس الأمن عندما قال هناك فتوى تحدث تصور الأمريكي يتحدث عن فتوى من القياد الإيراني بعدم بعدم حلية أو بعدم إرادة ورغبة إيران أنه تمتلك سلاح نووي لما منوصل إلى إسقاط هذه المحاذير يعني إسقاط المحظور اللي له علاقة بالسلاح النووي وبالمقابل التعامل الأمريكي مع هذا الأمر بشكل إيجابي بنكون قطعنا نص المسافة إلى ترتيب تفاهمات تبدأ بالملف النووي الإيراني وتنتهي وتنسحب على ملفات أخرى يعني الملف النووي الإيراني جزء من الضغط على طهران فيما يخص مواقفها في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي غيرها لما بيصير فيه نوايا حسنة فيما يخص التفاهم على الملف النووي الإيراني بدأت تنسحب على ملفات أخرى من ضمن سوريا من ضمن الوضع العراقي من ضمن العلاقات مع دول الخليج من ضمن لبنان طبعا لبنان بالمحل الأخير من الاهتمام الآن لأنه ولولا على فكرة ولولا ما فيه مقاومة حزب الله كنا لها بحرب أهلية وما حدا من انتبه لنا نحن وهذا شيء عشناه بالخمسة وسبعين بالخمسة وسبعين كان فيه لحظة نوع من الصدام السوفيتي الأمريكي على مساحة العالم بين خلال بقر توتر بمنطق الحرب الباردة وبقينا خمسة عشر سنة بالحرب وما كان فيه قوة لبنانية أنا ذاك تقدر تمتص ذات بعض إقليمي تقدر تلعب دور على المستوى الإقليمي وتحيد لبنان هذا جوهر أهمية حزب الله اليوم كيف عم يقدر يمتص عم يقدر يمتص من خلال أنه لم يسمح لهذه الموجة أن تأتي إلى لبنان وذهب استباقيا إلى سوريا وطلقت المجموعات المسلحة ضربات قاسية منه هناك المجموعات إلى لبنان للرد عليه مش يعني هيدا آخر معلومات تفيد بأنه سيارة المعمورة اجت من الألمون صحة بقى اجت من الألمون يعني لو ما يطلع كان حيجي عشر سيارات هاي كمان بدك تشوف بالمنطق الآخر أنه لو ما حزب الله يطلع يشتغل استباقيا بهاي المنطقة بغيرها كان بده يجي عشر واثنعشر وخمس عشر سيارة أنا ببداية الأزمة السورية استاذ مالي كنا بالشام وتغدينا مع أحد دبلوماسيين الإيرانيين كان أول ثلاثة شهر قال كلمة واحدة تلخص كل المشهد قال القرقعة في دمشق ولكن المطلوب رأس المقاومة وبما أنه كنا عم نحكي عن الإمارات تحت الهواء وزير خارجية الإمارات ببداية الأزمة أتى وصرت حكيها هذه أنا عشرات المرات ولكن التكرار له علاقة بسيكولوجي أتى وزار الرئيس بشار الأسد نرى أن هناك عقوبات تطويق لسوريا مجموعات مسلحة مظاهرات إخراج سوريا من جامعة العربية ولكن يا سيادة الرئيس أضاف الوزير الإماراتي إذا سوريا أخذت موقفا من حزب الله وحماس أنا ذاك ومن العلاقة الاستراتيجية مع إيران نحن مستعدون للمساعدة وتعرف في علاقة بين عائلة زايد يعني الراحل زايد مع عائلة الراحل الرئيس حافظ الأسد وبالتالي كان واضح منذ البداية ما هو القرقعة في دمشق والمطلوب رأس المقاومة هلأ البعض بيقول لك أن المقاومة أدخلت لبنان أو أدخلت بالعكس هذه المقاومة هي لأنه عندك تقل وجسم قادر يلعب بالإقليم وقادر يهدد وقادر فعلا بس يقرر يقطع روس لذلك منع الحرب في لبنان بس يقرر بس يقرر مش عم نحكي بالداخل بالداخل حزب الله يتعاطى بلغة صالحية منذ بداية الأزمة بسوريا حزب الله يتعاطى بلغة صالحية وصل السيد حسن الله يحفظه وصل شو لا يقول ليقول لهم يا أخي تعالوا روح نتخانق بسوريا يعني وصل معهم باللغة ليقول لهم بكهم نتخانق وتعالوا روح وقاتلوا بسوريا يعني فيه أوضح من هكذا كلام بدي أرجع على الخارجي بدي أرجع على فكرة أنه جوناف الإيراني سيرسي تفاهمات على أكثر من ملف من الملف في السوري البعض يرى في جوناف السوري مرحلة قد تطول وحضرتك إيلت تحت الهوى كم هنا رح نشوف جوناف كتير جوناف هذا اسم حيتردد كثيرا وقد ينجح وقد لا ينجح بالمناسبة يعني نحن بال83 و84 لبنانيين وأنا بحب أعمل إسقاط للتجربة اللبنانية على ما يجري في سوريا يعني في شيء مشابه يعني جوناف سينتج طائف سوري لا هذا عم ترفضوا القيادة السورية كل العروض بالشهرين الماضيين كانت عروض عم تتقدم للقيادة السورية حول إنتاج طائف سوري يفرغ النظام من الداخل فكان الجواب السوري أنه ما لم تأخذوه بالعسكر لن نعطيكم إياه بجناف مش رحين نستسلم بجناف وأقصى ما يمكن أن يذهب إليه النظام وأنا هلأ عم قل لك يعني بناء على موازين قوة هايدي هو صيغة لحكومة رأسها معارض أعتقد أنه هيسم المناعة شخصية مناسبة بصلاحيات واسعة هاي معطيات ولا قراءة هاي معلومات معلومات وكتبتها بالمناسبة بالجمهورية أيوة أقصى ما يمكن أن يصل شخصية معارضة ما بعرف هيسم المناعة وغيره بس أنا برأيي هيسم المناعة واحد من الأسماء المهمة وأقصى ما يصل إليه هو تحييد الأمن والجيش والخارجي يعني تجي المعارضة تاخد رئاسة الحكومة يعني داخلية وخارجية ودفاع تاخد المعارضة رئاسة الحكومة بصلاحيات مقبولة شو ما بدهم إصلاحات صحة بيئة ووزارات شو ما بدك ولكن الأمن والجيش والخارجية هؤلاء بدهم يبقوا بإيد النظام كان داخلية ودفاع خارجية وهو ليه النظام مصر عليهم لأنهم من أهم عوامل ثباتوا بالمعركة لذلك من ثلاث سنين الخارجية العقل الدبلوماسي السوري اللي كان لا بيستمع لا للعقل القطري ولا للسعودي ولا التركي كان العقل الدبلوماسي السوري عم بواكب العقل الدبلوماسي الأمريكي بالمناسبة وهذا جزء من نجاحه في إدارة هذه المعركة وفي الأمن والجيش اللي وقفوا مع النظام على الأرض واللي هن ينجزوا إنجازات هيدا أقصى ما قد يقبل به النظام إذا نفكرين البعض إنه النظام رايح يستسلم بجناف 2 ما حينجح جناف 2 نحن بـ 83 و84 عملنا لوزان وعملنا جناف وكان أنا زاك الجيش اللبناني منتشر وعساس أنه عودة الشرعية وأطلق وقت الرئيس أمين جميل أعطونا السلام واخذوا مننا ما يدهش العالم وريمي بندلي إذا بذكر كل هذا الجو ورجعنا بقينا 7-8 سنين بحرب أهلية عبسية بجزء مننا صار عبسة لأنه لم يكن هناك نضوج أو توافقات دولية وأقليمية هلأ ممكن هذا الأسقاط يعني شيء مشابه ممكن جناف السوري اللي ممكن يعرق له اللي ينتج حلول إذا كان السقف إذا كان بعض العرقة اللي هي بتفسير ماذا نريد من جناف 2 هل نريد إخضاع وغلبة أم نريد التفاهم من يقرر هذا الموضوع يا أخي بعدنا عم نسمع على لسان المعارضة مؤتمر التحديق يا خيال بعدنا عم نسمع على لسان الاقتلاف وجماعة السعودية وإذا لم يسقط بشار الأسد ما في حل طب هيدا وضع استحالات على الطاول إذا النظام بده ينطر موقف معارضة الأرارة مش بإيدة صف النظام عم يفتعل مشكلة لا لا هون هيدا أنا معك موافق ولكن طب من هو الطرف الآخر ما المعارضة اليوم الاقتلاف قال لن نشارك لن نشارك لن نشارك إجافلت من حكي ينقرروا يشاركوا طيب بسمح ليش طب ما إذا النظام بده ينطر أرار معارضة ما بده يكون عنده شريك ما بده يفتعل مشكلة ما بده يكون عنده شريك ما بده يكون عنده شريك للتفاهم مين اللي عم بيمول المجموعات المسلحة اللي عم تقاتل مش 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 وزير الخارجية سوري وليد المعلم قال مرة أنه نحن لا نفاوض موظفين نحن بدنا نفاوض أسيادهم هايدي محسومة بما يخص بالنهاية هاي لما أجل الأخضر الإبراهيمي إلى لبنان شو قال قال أنا كل المشاكل التي تواجهني في التحضير لجناف اتنين هي من المعارضة السورية والنظام متجاوب بس أنا عم بقول في تفسير معنى جناف اتنين استاذ مالك تفسيره هل سنقف عند النقطة التي انتهى إليها جناف واحد أنه مرحلة انتقالية وما إلى ذلك بس بتضل مبهمة بيكون في تفسير روسي شكل وتفسير أمريكي شكل تعرف شو معناتها بيكون عم بيصير عم ننقل نرجع الكرة إلى الميدان السوري وعم نقل له نروحه ماله معارك وحسنه مواقعكم واللي بيربح بيفرض شروطه يعني عم نرجع ندفع الأمور إلى العبث نحن عم نقول لا فيه إمكانية اليوم بناءا لموازين القوى القائمة بناءا لإذا كان فيه نواية ورغبات بالتسوي أنه يصير فيه تسوي ولكن ما بدك تحط شروط شروط مضادة تعجزية بشار الأسد الذي قاتل سنتين ونصف ثلاث سنوات ما رح يروح على جناف اتنين يقلوا انتفضلوا يلا تعسط المسلطة بيقدر بيقدر بصيروا تسوي ورح يترشح ورح يربح أيضا كمان كمان سلفا سوف يفوز لأنه بالتأديرات من سنة طلع تقرير قطري بالإنجليزي عم بتزور الشام؟ طبعا على الأرض ميدانيا شو الوضع؟ قبل الحديث عن الضربة العسكرية بفترة وقبل هيك الانفراجات الميدانية كان فيه شوية كقابة أنه كنت تحس أنه الشام محاطة بمسلحين وقراب وفيه أصوات ولكن من آخر شهرين فيه واضح انفراجات فيه عجقة يعني أخذت معي ساعة بعجقة بتشبه عجقات اللي بنعرفها ببيروت يعني مدينة عم تستعيد نفسها عم تتعايش مع الزمية يعني بالشام فيه ثبات وفيه رؤية واضحة فسوريا ليست فقط الشام؟ أبعد من دمشق يعني إلى المدن الأخرى إلى حمص إلى حلب إلى ساحل إلى درعة شو المعنوات؟ بالطبع بدرعة الجيش على فكرة هذا الجيش العربي السوري فعلا لازمه الجهل والتحية صار له ثلاث سنين ما فيه جيش كلاسيكي بالعالم بيعمل لك معارك صار له من 2011 عم بيقاتل بكل المحافظات كل المحافظات هلأ بدرعة فيه معارك وعم يستعيد أرض بغوطتين بريف دمشق كمان فيه تقدم بالمحافظة الوسطى تقريبا صار عم ينهيها يعني فيه بقر بحمص يعني ما بقى فيه تحكي عن شيء قواعد سابتي للمعارضة بحما نفس الشيء فيه عندهم بريف إدلب وجزء من حلب وريف حلب أيضا بعد تحرير السفيرة اللي ما أخدت حقها بالإعلام بشكل فعلي السفيرة توازي القسير بدرب عشرة من الناحية الاستراتيجية لأنه تربط بطريق دولي إذا سيطر عليه الجيش السوري بيصير قرب على المدينة وبنفس الوقت فتح خط الإمداد عنب والزهراء وعندما يستعيدهم يستطيع أن يلتف من هناك عريف إدلب يعني هلأد الأمور جغرافيا استراتيجية السفيرة ما أخدت حقها بصراحة أنا مستغرب وحتى كتبت من فترة على الفيسبوك أنه ليه ما عم نحكي بالسفيرة أنا تحليلي لأنه صار فيه كتير إنجازات وانتصارات للجيش السوري باحد عم يحتفل ولكن عمليا هي أهم من القصير القصير مهمة لنا كلبنان لأنه كانت حتكون قاعدة إرهابية على خاصرة لبنان ينطلق مننا المسلحين للاعتداء على المقاومة في لبنان كانت أهلا لنا نحنا مهمة بس على المستوى الاستراتيجي سفيرة حكينا ميدانيا حكينا سياسيا بعد معي دقيقة من الوقت بدي أحكي بملف حضرتك بلشت فيه سبقتني قبل ما نحكي شوفي ملفات بالحلقة توقفت عند كلام وزير رئيس الوزر حول موضوع ليبيا والسلاح في ليبيا هذا الجو الجو الانقسام في ليبيا بدي بدقيقة قراءتك لهذا الملف أنا توقعت من سنتين ونص وكتبت هذا الكلام أن ليبيا ستكون أنه سوف يكون هناك مبررات حيالة مبرر مساعدة على بناء الدولة ضرب الميليشيات حماية النفط أي شيء سوف يعود تعود الجيوش الغربي إلى ليبيا وتجعل منها مستقر لها في شمال أفريقيا كما هي موجودة في أفغانستان كمستقر للجيوش الغربية كقاعد للجيوش الغربية بآسيا الوسطى عرف تلي وإلى علاقة بأن شمال أفريقيا اكتشف مؤخرا فيه كميات من الغاز بتشاد وبمالي وبهذه المناطق أيضا مهمة جدا على المستوى الاستراتيجي والحيوي والكونكشن نقلة صلة الوصل ليبيا ليبيا وليبيا للأسف فيه ضعف بالمجتمع بمعنى فيه شرق وغرب فيه قبائل وهلأ إقليم برقة برقة بلش عم بيروح على الفيدرالية أكثر ومبارح عمله شركة نفط خاصة بالإقليم هذه كل وصفات للتقسيم والتفتيت بمعزل عن يعني أنا بالنسبة لي أهله مكة أدرة بشعابها يعني نحن لا ندين ولا نرحب بموضوع إقليم برقة هلأ ولكن نحن عم نوصف عم نقول الأزمة أو ما يسمى الربيع العربي الذي بدأ في تونس وانتهى مش عارف وين خلينا شوف نتاجه عامل استوب هلأ بسوريا خلينا تم إفشاله تم فرملته لو يكمل بسوريا كنا نحن رجعنا لنظرية بيرنر لويز اللي قال أنه العرب والمسلمين أنتوا عطيتون سايكس بيكو كتير عرقبتون سايكس بيكو قبائل وعشير يعني يرجع للهويات الضيقة اللي حكي عننا الأستاذ وليد جملاط مؤخرا ومنقله عن والدته حكي كتير عميق وكتير صايب بما يخص المنطة منطة عم ترجع للهويات الضيئة عم ترجع للارتكاس للانعزال للقوقعة من المحيط إلى الخليج وهذا الأمر لو لم يتم واجهته في سوريا لن سحب على لبنان وعلى كل المنطقة وبعدها المشاريع قائمة وأنا تاريخيا ما كنت أؤمن بنظرية المؤامرة هلأ صار تشوف نظرية المؤامرة مش شيء تكتيكي بيعملوه نظرية المؤامرة فكرة استراتيجية بمارسها الغرب ضدنا ضد المنطة وبالتالي ما يجري في ليبيا قد ينسحب على مصر وقد ينسحب على معظم دول شمال أفريقيا وينسحب على الخليج العربي سوريا الآن قد تستنقذ الموقف سوريا أو مصر هم بيستنقذوا الموقف إذا نجح المشروع القومي أو مشروع بيكون بيكون وقف بيكون وقف وسوريا هو بيستنقذوا المنطقة من الوحل المذهبي والطائفي ختم هذه الحلقة من خبر عاجل منذ قليل بعد أن كان يخضع للتحقيق أمام مدعي عام التمييز إحالة العميد إبراهيم بشير إلى المباحث الجنائية منذ قليل لاستكمال التحقيقات في موضوع الهيئة العليا الإغاثة بدأ حلقة لحالة مش رح أسألك عنها ما عندي فكرة بدأ حلقة لحالة المضمون الداخلي شاء الله يطلع ما عامل شي على كل حال موضوع بيد القضاء ليقرر هذا الملف مشاهدين لهم بانتهي وقت حلقتنا لجنة الاتصالات تعقد في هذه الأثناء جلسة لها لبحث ملف التجسس الإسرائيلي بعد قليل سيخرج النائب حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة وهو رئيس هذه اللجنة ببيان حول هذه اللجنة سنكون معه في نقل مباشر حتى ذلك الحين إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة